السلام عليكم خطة لإسناد إدارة مطارة مصر للقطاع الخاص ومتحدث الحكومة لسي إن إن لتحسين الخدمة دبي الإمارات العربيات المتحدة سي إن إن تعتزم الحكومة المصريات طرح إدارة المطارة على القطاع الخاص تماشيا مع خطتها لتحسين مستوى الخدمة وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد حسب ما أكد المتحدث باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقيات إلى 500 ألف غرفة فندقيات خلال أربع سنوات إضافة إلى زيادة القدرة للاستيعابية للمطارات وتحسين تجربة المسافرين وقال المتحدث باسم الحكومة إنها تتبنى رؤية للنهوض بقطع الطيران المدني تقوم على عدة محاور أهمها تطوير المطارات المصرية وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى إلى طرح إدارة المطارة على القطاع الخاصة وسجلت مصر رقما قياسيا في أعداد السائحين خلال عام 2023 بلغ 14.9 مليون سائح ليتجاوز الرقم المحقق خلال عام 2010 وكان وقتها 14.73 مليون سائح أضاف الحم الصاني في تصريحات خاصة لسي إن إن بالعربية أنه تم الاتفاق على إسناد عملية طرح إدارة المطارات المصريات على استشاري عالمي يتولى كل الخطوات اللازمة لعملية الطرح على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على الاستشاري ونستهدف من هذه الإجراءات زيادة أعداد المسافرين وتحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة المطارات مما ينعكس على زيادة العوائد منها وارتفع عدد الرحلات الجوية التي استقبلتها المطارات المصريات إلى أكثر من 356 ألف الرحلة خلال عام 2023 بنسبة نمو 23% كما زاد عدد المسافرين إلى 47 مليون راكب خلال نفس العام بنسبة نمو 28% وإستحوذ مطار القاهرة على الحصات الأكبر من عدد المسافرين بإجمالي أكثر من 26 مليون مسافر العام الماضي وأشار الحم صاني إلى أن الأمور المتعلقة بالفرس للإستثماريات التي ستح أمام شركات القطاع الخاصة والمطارات التي سيتم إتاحتها للإدارة ما زالت خاضعة للدراسة وسيتم الاستقرار عليها بالتشاور مع الاستشاري الدولي وتمتلك مصر 23 مطار بعد إنشاء أربع مطارات خلال آخر 9 سنوات هي سانفوكس والعاصمة الإدارية وبرانيس والبردويل وتبلغ السعة الاستيعابية للإمطارات المصريات 63.5 مليون الراكب بنهاية عام 2023 وفقا لبيانات رسمية وتستهدف الدولة زيادة القدرة الاستيعابية إلى 72 مليون الراكب وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم